شكراً بكم متتابعوا قناة روت موزيك أرجو أن تكونوا بخير وأمركم كلها جيداً شكراً جزيلاً على دعمكم وعلى تعليقاتكم الجميلة التي تحيي الروح وتشفي القلب مثلما أنتم تحبونني أنا أحبكم جداً ومثلما أنتم سعداء بي أنا سعيدة جداً بكم وفخورة أيضاً بكم أذكركم أيضاً بمسابقة القناة لأكثر المتتبعين تفاعلاً مع الفيديوهات بالتعليقات واللايكات ومشاركتها مع الأحباب والأصحاب نختار منهم إتناني في آخر الشهر والشهر نمنحهم قراءة خاصة مجانية إذن فيديو اليوم طلبه أحد المتتبعين وهو ما هي صدمات الطفولة التي يعاني منها الحبيب وأنا أعجبني جداً هذا الموضوع أصلاً أحب القراءات النفسية وأنك تطلب هذا الموضوع معناه أنك عندك وعي كبير جمل جداً أن تبحث عن طفولة هذا الحبيب إذا كان عندك مشكل معه جمل جداً أن تعرف ما هي الصدمات التي عانى منها والتي يعاني منها هذا الشارك هذا يجعلك تفهمه وتعذره فأهنئك على هذا الوعي وأهنئ كل شخص عنده هذا الوعي أنه يتعرف على أنت مثلاً أنك تبحث عن صدمات طفولة للحبيب معناه أنك بحثت عن صدمات طفولتك أنت وهذا شيء رائع حسناً إذن فيديو اليوم عن ما هي صدمات الطفولة للحبيب كيف كانت طفولته حلقة مهمة جداً 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 ولكني أريد أن أتحدث في البداية عن صدمات الطفولة ما هي وكيف تؤثر علينا للذي هو غير مهتم يذهب مباشرة إلى هذا التوقيت الذي ستبدأ فيه القراءة ولكن أنصحك بأن تستمع إلى هذا المقدمة وأن تحر إذن صدمات الطفولة من أين تأتي لنا؟ تأتينا من التعامل مع الأطفال الأطفال الأبيوز ضد الأطفال الدرب والإساءة الإساءة العاطفية للتفذ التنمر المقارنة التحرش باحتداء الجنسي أو أن تكون طفل منبوذ ومرفوذ الإهمال الجسدي والعاطفي عدم تقديم الحب والرعاية النفسية أو أن تكون بيئة غير ملائمة لوجود الأطفال مثلاً الزوجة يتخاصمان بشكل متكرر عنف بين الوالدين هذا أيضاً يولد صدمات طفولة صدمات لدى الطفل عنف لفظي أو جسدي أو أحد الوالدين يتعاطى مواد مخدرة أو مسهرة أو أحد الأوالدين مصاب أمراض نفسية حذاري يعني مشكلة عويصة أنا فقط الذين يحبون الزواج يتزوجون أنا من داء من طول زمن زمني أقول أنه حرام أن كل واحد يريد أن يتزوج يتزوجون الله حرام يجب أن يرى هذا الشخص هل هو سوي أو لا هل هو سوي هذا الشخص أن يستطيع أن ينجب أطفال ويربي الأطفال يعني شيء مهم جداً ومهمل للأسف أيضاً هناك صدمات تتعلق بفقدان شخص عزيز إما هذا الشخص ساركك يعني شخص عزيز ساركك خاصة أن يكونوا بريدين أو الوفاة هناك صدمات أيضاً تتعلق بأحداث الحوادث مثلاً أحدث حوادث السيارات الزلازل كورد طبيعية أو الحروب أيضاً تولد مشاكل نفسية وصدمات ترافق الطفل حتى يصبح بالها الطفل عندما يكبر لا ينسى هذه الصدمات أبداً البعض من البالغين الذين مروا بصدمات نفسية يرون كوابيس لها علاقة بهذه الصدمات فهذه الصدمات موجودة في عقلهم الباطل باطن وكلنا نعرف أهمية العقل الباطن فهو الذي يتحكم في كل أفعالنا وردود أفعالنا وحتى على جسمنا وخلاينا إذا كان عندك أطفال وتريد أن تعرف إذا كان مصاب بصدمات نفسية فهذه هي أعراض الصدمات نفسية عند الأطفال عندما تكون بادية فيه صدمة نفسية يكون عصبي دائماً منعازل شهيته مختلفة للأكل إما تقلوا شهية عن المعتاد أو تزدادوا عن المعتاد الترابات في النوم لا يستطيع النوم يستيقض من النوم مفزوعاً التبول الإراضي الخوف من الأشخاص أو الأماكن خاصة التي لديهم علاقة بهذه الصدمة يعني ما كان أخذ فيه الصدمة المدرسة، الحضانة أو بيت أحد أفراد العائلة وصدمت هذه صدمت طفولة عند البالغين تبدو تظهر في القلق الاكتئاب تقلبات المزاجية ردود الأفعال مبالغ فيها بشكل مستمر غير قادر الشخص على تحمل ضغوط مستويات طبيعية من الضغوط لا يستطيع أن يتحملها تنهاره أعصابه مجرد يشعر بالضغط ويذنهاره أعصابه بسرعة ويدخل في الاكتئاب عنده سلوكيات تدمير ذاتي وهذا معروف جداً أشخاص كثيرين عندهم تدمير ذاتي أفضل مظاهري أنه تنتظر مثلاً حدث مهم جداً هذا مجرد بسيط تنتظر حدث مهم جداً أول ما يأتي هذا الحدث أو فرصة التي تنتظرها طويلاً تأتي تتكاسل عنها لا تتساغلها عدم الإقدام على الشيء الذي انتظرته طويلاً لأسباب مجهولة متى أن تنتظر صفراً طويلاً انتظرته ما إن يأتي هذا الصفر حتى لتشعر بالقلق وعدم الرغبة في الصفر أيضاً مظاهره أيضاً تواجد في علاقة مسيئة تعلم جيداً أن هذه العلاقة سيئة وأنك مع شخص سام إلا أنك لا تستطيع أن تتخلى عن هذه العلاقة جذب أشخاص مسيئين والدخول في علاقات مسيئة نفس نوعية العلاقات كل مرة كل مرة نفس نوعية العلاقات مهم وضع قراءة للإشارة تجيب عن هذا السؤال لماذا أجذب دائماً علاقات مسيئة لا دائماً أجذب نفس العلاقات تنتهر الفيديو هنا لمن يريد أن يشاهدها وغالباً ما تكون نوع الإساءة هذه التي تعرض لها تعرض لها في هذه العلاقة تكون هي نفسها التي تعرضت لها منذ الطفولة مثلاً شخص تعرض للفقد أو جرح الترك يجذب شركاء عاطفيين يتركونه يفاعلون له هذا الجرح وتخلون عنه شخص مورس عليه العنف طفولته يجب شديك عنيف أو يكون هو شخص عنيف وعنده ردود أفعال طفولية العند أو انخفاض تقدير الذات الصعوبة تثقة في الآخرين دائماً عندك توقعات سلبية والمشكلة أنه شخص ما تعرض لصدمة من صدمات الطفولة هناك سيمليك باري أن يمارس نفس الإبيوز مثل ما قلت نفس العنف نفس الشيء الذي تعانى منه طفولته يمارسه على أطفاله مشكلة خاصة للأشخاص الذين هم لغير واعين والذين لم يشفوا من صدمات الطفولة يمارسون نفس الإساءة على أطفالهم لأن هذا هو النمط السلوك المحفور في عقله الباطن النمط السلوك الذي تعود عليه وأعتاد عليه ردود أفعال طبيعية عفوية هذا ما تعود عليه طول عمره وهنا من الضروري أن أقدم لحظة للأولياء حذاري من الإساءة إلى طفلك أو لاعتداء عليه بالضرب أو الشتائم التقليل من الشأن والإدلال تخيل بأن حياته ستكون كلها فاشلة هذا يؤثر عليه سيكون حياته في عندها مشاكل نفسية لا يستطيع أن يتواجه مع المجتمع لا يستطيع أن يتأقلم مع المجتمع لا يستطيع أن يبني علاقات سوية تخيل يقدم على الانتحار يفكر كثيرا في الانتحار يؤدي نفسه يؤدي الآخرين فقط تضمر حياة طفلك إلى الأبد فقط لأنك لم تتشافى من مشاكلك نفسية لم تتحكم في انفعالاتك وغضبك وهذا تضمر حياة طفلك فحذاري أنتم كأشخاص راشدين واعيين لا تسكتوا عندما تشهد تشهد مشهد يساء فيه إلى الطفل سواء جسديا سواء نرديا يجب عليكم التدخل وتقديم التوعية نهاد الأولياء الذين يسيئون إلى أطفالهم أعطهم التوعية يجب أن تمنعوا هذا يجب أن تنشر الوعي لأن هذا شيء خطير جدا فرثرت كثيرا ولكن قلت شيء مفيد وأيضا نسيت شيء ما أنه أيضا الأمراض المزمنة التي يعاني منها العبار عندها علاقة بالإنساء في الطفولة عندها علاقة بصدمة من صدمات الطفولة الأمراض المزمنة خيلوا المهم نبدأ في القراءة وعدنا مجموعتين المجموعة الأولى بالموندالا الخضراء أو ألوى الحرف من اسمي شريكك إذا كنت تريد أن تعمل شريكك ويعني القراءة عن الشريك ولكن تنفع حتى الشخص الذي يريد أن يعرف ما هي مشكلته وحتى صدمته سيرى أعراض إذا كانت مناسبة له منطبقة عليه فهمت يعني حتى إذا سمعت هذا عند علاقة بالشريك ولكن أكيد ربما ستجد فيها نفسك أنت أيضا مجموعة ثانية بالموندالا الوردية أو أول حرف من اسمه شريكك والحروف ستظهر هنا أترك لكم وقتا للتفكير والاختيار وأنا سأوزع الأوراق ما هي صدمات الطفولة التي يعاني منها الشريك كيف كانت طفولة هذا الشريك نطلب العون والإرشاد إلهي هم ثقونا يقديم ذا هم 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 говор ه هم اذا نبدأ على بركة الله والذين اختاروا المنظلة الخضاء او اول حرف من اسم الشريك ما هي صدامات الطفولة التي يعانى منها ويعانى منها الحبيب انا افكر في هذه الاوراق ارى هنا صدمتين يعني للبعض منكم للبعض منكم هذا الشريك قد عانى من الاهمال العاطفي الاهمال من الوالدين قد تم اهانته وادلاله بكلام الجارح والاستهزاء به والتنمر عليه في الطفولة لاقى الاهمال من عائلته من الاولياء او من الاولياء والاخوة والاقارب وهذه الاساءة في الطفولة ورثته عدم الثقة في النفس يخاف من الحرية والمسؤولية لا يأخذ ابدا القرار دائما اي شيء يخصه يجب ان يأخذ به قرار لا يستطيع ان يأخذ القرار في اي شيء يخصه يسأل الاخرين ليقولون لهم ما يفعله شارك الناس في قراراته الشخصية ليس لديه تقدير الذات وهذا الشخص هو الذي يترك لا يمكنه ابدا ان يأخذ قرار الترك او الانفصال حتى لو لم يكن مرتاحا لن ينفصل حتى يقطع الطرف الآخر العلاقة لانه ليس لديه تقدير الذات فهو يجب ان اخذ قرار حتى عن الانفصال وهذا الامن سيتجلى في كل مناحي حياته في العائلة في العمل ستجده يخاف من الاماكن الواسعة يخاف من الناس المتحررة يخاف من الناس الواعية لا يحب التعامل معهم ينفر معهم منهم الناس الواعية الذكية لا يرتاح معهم لانه يشعر معهم بالدنيا وانه اقل منهم ويخاف التحدث في اماكن عامة او امام مجمع من الناس حتى ان كانت هذه مجالس الاصدقاء لا يأخذ المبادرة في الكلام بل هو فقط يجيب عن اسئلة تطرح عليه وعندما يتحدث يتحدث بعدم ثقة في النفس ويفكر الف مرة فيما سيقوله ويتساءل هل انا مخطئ وغالبا هؤلاء الاشخاص يطورون في 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 مرحلة الرشد يطورون احساس بالذنب مزمن عندهم احساس قوي جدا بالذنب انا اخطأت في ذلك انا اخطأت في الكلام كان يجب ان لا اقول هذا انا عالى على الناس انا عالى على اهلي انا لا استحق الحب حتى الاشياء البسيطة جدا 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 يلوم نفسه بشكل كبير يعني مشكلة اللوم مشكلة عويصة يلوم نفسه كثيرا كثيرا و حتى الاشياء التي ليس لديه يد فيها يلومه ويعاني من الندم ومن اللوم كل شيء احصل هو السبب فيه هو السبب لانه عندهش ثقة في النفس عندهش حب للنفس مع الناس يدعي حب للذات وقد عانى كثيرا في طفولته وها الذين عاشوا يعني جرح الادلال والاهمال هذا يطورون اذا كان يعني على حسب الدرجة اذا كانت درجة كبيرة جدا جدا فقد يطور ايضا الطرابة الشخصية الماسوشية الشخصية الماسوشية هي التي يستمتع بان يعامله الناس بأذية بإذلال يعني يرتاح عندما يذله الآخر يعني لو كان في علاقة مع شخص سوي لن يشعر بالراحة يشعر بالراحة أكثر عندما يسيء إليه الآخر لأنه يعتقد بأنه هكذا عمله أولياء والدين هكذا عمله الأقربون إذن هذا هي المعاملة التي جبل عليها التي تعود عليها الحب والعطاء وغيره لم يتعود عليه يجب أن يشفى حتى 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 يقيم هذه العلاقة يعطيها قيمة ويقول هذه علاقة رائعة ولكن مدام هو ما زال في هذا الجرح هذا ما زال يعاني منه ولم يعيه فهو حتى الأشخاص الذين يعاملونه بشكل جيد لا يشعر معهم بالراحة وبما يشعر معهم بالملل ويبحث عن شخص آخر يذله حتى لو كان إذلالا نفسيا يعني يبغي تلك بدرجات تصل حتى الماسوشية تصل حتى الماسوشية أو ماسوخية حسب يعني كل شخص كيف ينطقها وإذا وصلت هذه المرحلة هذه إلى المرحلة القصوى تكون ماسوشية سيبحث عن شخص سادي ويتبتى مع شخص سادي وليستطيع أن حتى وهو يتأدى لن يخرج من العلاقة أما إذا كانت هذه في في مراحل أو درجة بسيطة فهو يحب أن يذله الآخر حتى بكلام دائما يشعره بأنه غير دقيما عنده هذا هو الاحتمال الآخر الصدمة الأخرى هنا سيكون عند هذا الشخص جرح الرفض هناك جرح جرح الإهدمال والإذلال أيضا هناك بعض منكم هو مع شريكي يعاني من جرح الرفض سأعطيكم لماذا هذا الشخص عنده أنجر حرفت قد شعر الطفل فهو سيشعر بيقرف بأنه غير مرغوب فيه وهو في يعني أنه تواصل مع الأم بالمشاعر تصل مشاعرها تصل إلى الطفل لهذا المرأة عندما تكون حامل يجب أن تنتبه جدا للأفكار السلبية للحزن ربما الاكتئاب حيانا يكون هناك عندها اكتئاب كل ما تشعر به يذهب عند الطفل ويجي هذا الطفل عنده مشاكل نفسية إذن قلت بأنه ليس لديه مكان في الأسرة حتى لو كان جانين سيشعر بذلك عندما يشعر بأن الأهل يرفضونه وأم ترفضه أو الأب غير مرغوب فيه سيكبر لا يثق في نفسه لا يعبر عن مشاعره تجده شخصا بارد جامد لا يتق في العلاقات يبقى بدون علاقات يعيش بمفرده ربما تجدون أيضا هذا الشخص يعني عاشه بمدة طويلة بمنفرده لأنه لا يتق في الآخرين هذا الشخص أكبر مخاوفه أو الشيء الذي يؤذيه جدا هي نوبات الهلع عندها تأتيه جدا نوبات الهلع واللي عندها جرح الرفض يرتدي قناع الهارب تعلمون الهارب والمطارد في التوأم الشعلة هذه الأقنعة قناع الهارب والمطارد ليست في توأم الشعلة في الحياة كلنا حتى اللي ما عندهش ليس في علاقة توأم شعلة إذا كان عند جرح الرفض فهو هارب يهرب ليحمي نفسه الهارب مجرد قناع فهو يهرب ولا يحب المواجهة يهرب من الأشخاص والمشاكل والمواقف يترك المشاكل ويهرب لا يغلق الملفات يترك الملفات مفتوحة ويهرب يخاف جدا من الحب يهرب من الحب قلت بأنه يترك المشاكل حتى لو كانت عندك مشكلة معه يهرب لن يواجهك يهرب لماذا؟ لأنه عندما يواجه الشريك عندما يواجهك هذا الشخص فهو يتواجه مع نفسه عند أشياء يهرب منها يخاف من الرفض فعندما تلومه أو تعاتبه أو تفتح معه هذه المواضع الشائكة التي بينكم هو يخاف ويهرب لأنه مواجهتك له مواجهته لك هي مواجهته لنفسه وهو لا يحب أن يواجهها نفسه يهرب من نفسه قلت بأن هذا الشخص أيضا يطور في مراحل متقدمة في الرشد يطور اضطراب الاكتئاب هذه كلها أمرات نفسية اضطراب الاكتئاب وليس اكتئاب الطارئ يعني حدثت لك مشكلة فقد لشخص عزيز وأنت في اكتئاب لديه مدة زمنية وينتهي لا اضطراب الاكتئاب الذي يدم اكتئاب مزمن الذي يأخذ أحيانا إلى الانتحار يصل من الإنسان إلى الانتحار بهذا الاكتئاب ستكون أعراض هذا الاكتئاب عندها مستمرة مدتها طويلة يكون مزاجهم مكتئب لأيام من أسابيع فقدان قدرة على الفرح حتى لو كان هناك شيء مفرح فقدان ضعم للحياة يتمنى الموت حتى لو لم يقلها ويدعو على نفسه مثلا فهو في داخله يتمنى الموت ليست لديه بهجة لا يشعر ببهجة الحياة عندها الضراب الشهية فإما هو يأكل كثيرا أو يقل في الأكل لأسابيع الضرابة في النام فإما هو ينام كثيرا للهروب من مشاكله وإحساسه التقيل بالاكتئاب والمرارة أو قلة النوم ومدى الأرق عنده أيضا هو إحساس بالذنب بشكل مبالغ فيه على أقل الأسباب أيضا وبشكل شديد وقوي يشعر بأنه هو سبب في أشياء كثيرة سيئة حددت وأن العيب فيه هو فقدان القيمة أنه لا يستطيع أن يشعر بقيمة الحياة قلة التركيز يتخلى عن النشاطات التي كان يقوم بها لا يذهب للعمل العزلة التركي في أشياء سلبية حتى التعابير وجهة تعابير جامدة عنده مشاعر في وجهه جامد وقد يكون أيضا تصاحبوا هذه الأشياء أعطيكم الأعراض التي إذا كانت فعلا منطبقة على شاركك يطور أيضا مشاكل مزمنة وأمراض مزمنة أمراض القلب اضطرابات القلب الجلطات اضطرابات الماعدة الضغط أيضا أعطيكم الأبراج هنا عندنا برج الحمل ربما تساعدكم الأبراج قليلا برج القوس وفقات أما الطاقات كلها موجودة الطاقات النارية الطاقات الهوائية الطاقات الترابية الأومبريس الطاقات المائية المائية الترابية قليلا قليلا سأعطيكم كيف تتعاملون مع هالأشخاص إذا كانت هناك مثلا الشخص اللي عنده شخص اللي عنده جرح الإدلال يجب أن يتعافى يجب أن يتعالج لكي تتغير نظرته للعلاقات عنده نظرة سيئة مخطئة مش سيئة مغلوطة في العلاقات أنه الأهل الأهل أساء إليه وهو الحب والاهتمام يأخذه فقط من الأهل فهو يعتقد أنه أهلهما الذين على صوابه وعلى خطأ أنه يستحق الإدلال أنه يستحق هذه المعاملة بها عنده تدني تقييم الدات وتدني الاستحقاق فهذا يعني التعامل معه يجب أن يكون هو يعني للأسف لن تستطيع أن تساعده بشيء وإنما هو الذي يجب أن يتشافى والاشتفاء يجب أن يعي لهذا الموضوع إذا سطعت أن تجعله يعي لهذا الأمر ما أمر إذا كان أصلا شخص واعي وليس سطحي فيمكنك أن تجعله يعي لهذا الأمر ويتشافى ويقدر أن يتشافى هو يقدر أن يتعافى فهو نفسه لأنه مجرد الوعي بالموضوع فهو قد قطع شوطا وأنت معه ستساعده في ذلك أن يعيب أن الحب هو الاهتمام هو الحنان هو الحسن المعاملة وليس العكس أما الجرح الثاني الذي هو جرح الرفض يمكنك أن تساعد هذا الشخص بتعامل معه بالحب أن تعطيه الحب أن تعطيه لأنه لا يشعر بالأمان في أي مكان لا يشعر بالأمان إذا استطعت أن تشعره بالأمان فهذا جيد حتى أن عندما تكون هناك مشكلة وتكون هناك مواجهة تكون مواجهة رقيقة لا يكون هناك عنف عنف الصوت الآلي وغيره وإنما تواجهه وتثبت لا بأنك تحبه أنت لا تقدم له هذا الكلام لأنك لا تحبه وإنما لأنك تحبه دائما يعطيه الحب وبحاجة للحب للاهتمام لأنه شخصا مهم عندك لأنه كان عنده لأنه شخص رفض وعمل بأنه غير موجود يعني غير محبوب شعر بأنه غير محبوب أنت دائما أشعره بأنه محبوب أنه مهم في حياتك أعطيه أن تبت له دائما بأنه عنده قيمة عندك هذا هو التعامل مع الأشخاص ونصل إلى نهاية هذه القراءة أرجو أن نكون قد نالت إعجابكم وإعجابتكم عن أسئلتكم وعطتكم بعض الإضاحات ونذهب إلى قراءة المجموعة الثانية مرحبا بكم ما حبائي الذين اخترتم المجموعة الثانية المنظلة الوردية أو أول حرف من اسم شريكك ونبدأ القراءة على بركة الله ما هي صدمات الطفولة التي تعرض لها الحبيب والتي تؤثر فيه تعرض لها وما زالت تؤثر فيه ابدأ على بركة الله هناك جرح التعلق قناع التعلق جرح الترك جرح الترك هذا الشخص قد عانى في طفولته من من ترك أحد الوالدين له تركه أحد الوالدين في طفولته وحيدا فإما قد حدث في عائلته طلاق افترق افترق عن أبه عن أمه أو تركته تركه الأم حصل الطلاق وتخلى عنه والده وحتى أمه تخلت عنه وتركته عند أحد الجدة عند الجدة وذابت تتزوج هي يعني البعض هذا الشخص عانى من جرح الترك تركه أحد الوالدين لأي سبب كان هجر هناك هجر أو طلق أيضا اختفى من حياتي أحد الوالدين أو الوالدين معا في الحالة التي نرى أن المرأة الأم تذهب لتعيش حياتها وتذهب لتحياتها وتترك تطلق لها عند الجدة فهو عانى من الترك من الطلق حيال صعبة قد يكون أيضا قد ترك هذا الطفل وحيدا ربما حتى لأنه يعاقب ويسد عليه في بيت لوحده في غرفة لوحده يشعر بالوحدة فهو يخاف من الوحدة لهذا يتعلق قلت بأنه ماسك تعلق قناع التعلق يتعلق بالأشخاص خاصة في الحب يتعلق تعلق مرضي لا يريد أبدا أن يبقى وحيدا دائما يجب أن يكون محاضا بالناس وبالضجيج لا يحب أن يترك وحده ولا يستطيع أن يذهب إلى أي مكان وحده يحب أن يكون دائما مرافقا مرافقا عند رفقة عندما لا يجب أحد يرافق حينها فقط يذهب وحده وهو يدخل في علاقات كثيرة فقط حتى لا يكون وحده علاقات كثيرة وعدة علاقات ربما عدة علاقات في نفس الوقت فقط عندما لأونكاو ذهب أحد الشركاء يبقى آخر في الاحتياط هو يشعر بلا آمان لأنه قد وثق كثيرا في الوالدين ولكنهم لم يكونوا أهلا للثقة وتركوه والبعض أيضا لم يكن هناك الطلاق وإنما نام واستيقظ واجدى حقيبته وقد جمعت وراء وسيرحلون إلى مكان آخر يعزز لديه اللا أمان يعني كتر هاجس هذا الشخص هو اللا أمان يجعب اللا أمان لأنه لا يحب أن يترك وحده وقد يطور هذا الشخص باضطراب الشخصية الحدية هذا الشخص الذي يعاني من جرح الترك قد يطور اضطراب الشخصية الحدية سأعطيكم كيف تكون هذه الشخصية هذه الشخصية تثور بشدة وتتعصب على أبسط الأمور وعندما يكون يثور يريد أن يدمر كل شيء ويدمر أي علاقة يدخل فيها يعني من شدة هو عنده التذمير الذاتي لأنه هو يخاف من الترك يخاف أن يتركه الآخرين يدفع الآخرين إلى تركه لأنه عنده تحطيم للعلاقات أي شيء عزيز عليه يحطيمه شيء الذي يخاف منه يجعل الآخرين يدفعهم دفعا لأن يفعلوهم يبقى من شدة خوف الذي نخاف منه ينتحق لا نعم لكن هذه حقيقة يعني علميا وليس فقط لدينا بقانون الجذب وهذا يؤكد ما مادة مصدقية قانون الجذب لا يشعب الأمان أبدا شخص يبحث عن الحب التعاطف الاهتمام وقد يكون أيضا هذا الشخص أيضا إذا كنت تجد شخص يعاني من هذه الاضطرابة الشخصية الحدية ولكن لم يترك في طفولته فيكون هذا الشخص قد عانى من أولياء نرجسيين أو أحد الوالدين نرجسيين إساءة والإهمال والترك كلهم يمشون نحو التدمير الذاتي تعلق كبير بالأشخاص تجد هذا الشخص مزاجي جدا متقلب الأهواء اليوم تجد هو يحبك جدا ويعشقك وطائر في السمع وغدا يكرهك جدا ويبدأ عنك الذين طوروا الشخصية الحدية لأن هناك أشخاص الذين عانوا من جرح الترك ولكن قلت دائما هناك درجات إذا وصل هذا الشخص إلى درجة تطوير الضراب الشخصية الحدية فتجده أنه اليوم يحبك جدا غدا يكرهك جدا ويبعدك عنه وأنت لا تستحقه وتعالى ننفصل يعني مشاعره أليكس تخيم ليس هذا انقلاب مزاجي قد يكون هذا انقلاب مزاجي بلا سبب قد يكون على سالبهايف جدا غير مستقر عاطفيا ولا يعرف ما يريد ولما يكون ولما ماذا يريد ويخرب كل شيء طائش في تصرفاته مجنون في تصرفاته وردود أفعاله عنده أيضا ميولات انتحارية إذا وصل إلى هذا الدرجة إذا بدني لنفسه يؤدي نفسه وأحيانا وأحيانا يؤدي نفسه فقط لكي تعطف عليه وترجع إلي يعني طريقة في التمسك بك حكي لا ترحل لأنه متعلق بك جدا فهو يؤدي نفسه فقط ليوصل لك رسالة بأنه لا يستطيع أن يعيش بدونك ويشعر كثيرا بالملال شوفوا إذا كان أعطيتكم مزاف صفات إذا كان في شريك خمسة صفات من هذه الصفات اللي ذكرتوا الآن فهو فعلا عنده اضطراب الشخصية الحدية سريع الشعور بالاكتئاب ولإدمان شوف خاصة هذه الشخصية الحدية تميلوا جدا للإدمان عندهم سرعة في أن يضمنوا يا إما المخدرات يا إما على المسكيات أو يا إما تدخين بسرعة يعني بسرعة في الإدمان وعندهم تعلق أصلا فمبالك بأشياء هي أصلا مدمنة وعنده تدني يجب أن لا تفقد أعصابك لديك قدرة على احتوائه احتوائه أن تشعر بالأمان أن تشعر بالحب يجب أن تتعب أبدا من أن تعبر عن حبك له وتشعر بالإيمان تشعر بالأمان لا يجب أن تتعب من هذا أبدا الحياة معه صعبة ولكنها ليست على قسامة معدن هذا الشخص طيب ويجب أن تعي أيضا إلى مزاجيتي أنت الآن الحب كله في المساء أو غدا يعمل لك بلوك ولن يرجع يعني مدة ثم يرجع مش مدة طويلة يرجع دائما ولا يتخلى عنك وتجد هات الأشخاص عندهم إحساس عالي وغالبا يكونوا موهوبين عندهم موهبة ما أردت أن أقول كلمة تقدر أن أتذكرها آه نعم في التراب الشخصية الحدية إذا كنت مثلا إذا كان هذا الشخص دخل في أو تعلق أيضا عنده جرح الترك كيف يتعامل معها إذا كان هذا الشخص دخل في نوبة غضب فأنت لا يجب أن تغضب عندما يكون في فورات غضبه لأنه ليس نرجسي هو يحبك ويجعب الله أمان هذه طريقة للدفاع عن نفسه وخاصة إذا كان عنده التراب الشخصية الحدية فهذا فوق طاقته فوق إرادته فعندما يدخل في نوبة الغضب أنت عيوض أن تدخل معه في نوبة غضب أيضا وتكسر كل شيء وتضيع كل شيء هذا لا ينفع معه فعيوض أن تدخل معه في نفس الطاقة طاقة الغضب أنت يجب أن تكون هذه بالعكس أن تلعب دور الضحية فأنا دائما أقول لكم حذاري من الضحية دور الضحية لماذا أقول لكم حذاري من نوع الضحية من الضحية لأن الضحية تكون أيضا نامط صلوك عشتها طول حياتك وصرت أنت تريد أن تعيشها الضحية تشعر بالراحة في الإحساس بالضحية هذا قلت لك أخرج من هذا الإحساس بالضحية لأنه أصلا تكلمت كثيرا عن الإحساس بالضحية ولكن أن مثل عليه أنك ضحية يمثل يعني بكامل وعيك وقدراتك العقلية تمثل بأنك ضحية كيف ذلك؟ يعني تتمسكن كما نقول نحن تتمسكن كيف ذلك؟ مثلا عندما يكون عندكم مشكلة وهو غاضب ويقول لك فعلت لي كذا وكذا 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 ولست أدري ماذا؟ ماذا تفعل أنت؟ قل له أنا فعلت ذلك العبدور الضحية لا وضح له واشرح له وضح له الأمور اشرح له بأنك أنت مسكين وأنت يعني لم تفعل شيئا فانتم ضحية يعني خد طاقة للعكسها مثلا هو قمة الغضب وأنت قمة الهدوء بالعكس يعني ربما هو سيهدأ مش ربما أكيد سيهدأ هو حينما تتكلم بهذه الطريقة بأنك أنت مسكين لا تفعل هذا بين قوسين أنت مسكين لماذا تقول عني هذا؟ أنا لم أفعل هذا لم أقصد هذا اشرح له ولكن حذاري من أن تكبر الإيغو لديه بدون أن تكذب عليه تقول لو أنت ملك الكون وأنت مركز الكون عندي فهمتم؟ يعني دون أن تكبر لديه الإيغو ودون أن تمحي حدودك الحدود دائما حدود دائما موجودة لازم تتعلم وتضع حدود حتى مع أقرب الأشخاص حتى لو كان زوجك حتى إن كان طفلك دائما الحدود لأن الإنسان مجبول على تخطي الحدود وإن أنت سمحت له بتخطي الحدود حتى لو كان ابنك حتى لو كان زوجك على العلاقة السلام وعليك أنت السلام إذن أنت تمثل دور الضحية وتأخذه بالراحة وتتمسكن وسيعطف عليك لأنه يحبك ولكن بدون أن تقوي لديه الإيغو لا تكذب عليه أنا أحبك فعلا ولكن هذا مثلا لا أستطيع أن أفعل هذا لا أستطيع لا يعني أني لم أفعل لك هذا معنى أني لا أحبك وإنما أنا أيضا أريد مثلا مساحة شخصية لي لا أريد أن ألتقي كمثلا يوم أو غدا يعني فهمها هذه الأمور التي أنت تريدها لنفسك وحريتك بطريقة بهذه الطريقة التي قلت لك وأيضا الحدود الشخصية لا تجعله لأنه لو سمحت له بتعدي حدودك الشخصية نوبة الغضب الآن هي بمستوى معين المرة القادمة ستكون بمستويات أعلى هو لا يتحكم في نفسه فدائما كن ذكيا كن ذكيا في هذا الموضوع هذا هناك أيضا للبعض منكم الذين لا شارك شركاء أو لا يعادون من جرح الترك هناك جرح الخيانة ماسك جرح الخيانة شوفوا جرح الترك صاحبه يضع ماسك التعلق لأنه يخفي أنه ترك أحيدا وهو طفل فيتعلق بالأشخاص أما هذا جرح الخيانة ماسك الكونترول السيطرة لكي لا يبدو ضعفه بأنه تخان في مرحلة مع يصبح هذا الشخص عنده جرح الخيانة عندما تنهار لدى الطفل عندما كان الطفل انهارت لديه صورة الأب أو صورة الأم أو كلاهما معا فهو يثق كثيرا في والدين يقول بأنه هم قدوة الولدين هم قدوة لديه ولكن إن كذب عليه الأم أو يكتشف أن أبوه كداب أو أمه كدابة أم أبوه مثلا نص صعب أو شيء يعني لم يعد قدوة لديه حينها يشعر بالخيانة يشعر بالخدلان الأم عنده هي مرأة عظيمة قديسة عندما يكتشف شيء ما سيء عن هذا الأم حتى لو كذبت علي أو شيء ما سيحدث له كأنه إدخان صورته خودشة هو يعتقد بأن امرأة قديسة امرأة أمه عفوا هو يعتقد أن أمه قديسة يكتشف بأنها ليست قديسة إنها امرأة عادية أو أقل من عادية حتى هنا ينتج عنه وجوه الخيانة هناك أيضا من يقولون يعني عقدة أوديب لما تنعرفها مثلا عن جرح الخيانة هذه هي جرح الخيانة ولكن يقول لك أين أيضا يعني علماء النفس يقولون بأن عقدة الخيانة أيضا تبدو تظهر عند الطفل منذ سنة طفلة عند منذ سنة تسع سنوات عندما يعني مرحلة قبل المراهقة وعند الطفل في مرحلة 11 سنة البنت تكون متعلقة جدا بأبيها الأب الأبن متعلق جدا بأمه هو يحبها جدا يشوفوا اللاوعي باللاوعي بالعقل الباطل هو يحب أمه جدا هي تحب أبها جدا إذا وجدت الطفل أن أمه مثلا قبلت والده مثلا قبلت الصباح أو قبلت المساء أو أي هكذا يعني حتى كان بسيطا هو سيشعر بالخيانة فعلا يشعر بأن الأم بنت تشعر بأن أبها يخونها فتكره أمها الطفل يشعر بأن أمه تخونه وذكره أمه أيضا ويشعر أن أبه ندله والبنت يشعر أن وهي أيضا بدرجات لهذا ننصح بأن الأم عندما مثلا تعانق زوجها أو تجد الطفل دائما أيضا تعطيه الحب أيضا تعطيه وتعانقه لكي لا تتطور لديه هذا الأمر هذا الاضطراب الشخص الذي لديه عاش عاش الخيانة في طفولته تكون عنده مشاكل كبيرة جدا تجده دائما في خلاف مع الناس يخلق الكثير من المشاكل بسبب وبدون سبب يخاف من الخيانة يخاف من الناس عنده خلافة مع الناس وهو يخاف من الانفصال ويخلق مشاكل وصراعات هو لأنه نفس الجرح الترك من شدة لأنه يخاف من الانفصال فهو يخلق مشاكل وصراعات مع الناس تؤدي إلى الانفصال يضع الناس في اختبارات ويضع حتى نفسه في اختبارات يختبرهم لأنه يشك في كل الناس ويحب السيطرة فهو دائما يسيطر على حياته وعلى وعواطفه وعلى الأقرابين من وقربين منه يخاف من اللحظات الضعف أو يكون في لحظة ما هو مسيطر عليه في العلاقة يحب دائما أن يكون هو المسيطر لذلك لا تجد أبدا مرتح في العلاقة يخاف أن يستغل أن يسيطر عليه يكون هو تحت السيطرة لا يشعر بالراحة وليس عفوي دائما ليس عفوي ويخاف من قلة تقدير الناس إليه عنده إيغو عالي جدا وإذا كان في موقف يفاعل لديه هذا الجرح أو شخص يفاعل لديه هذا الجرح يعمل كثير من المشاكل ليبعد عنه هذا الشخص أو هذا الموقف يشعر بالارتباك فهو عندما حتى يقع في الحب لا يقول للآخر بأنه يحبه لأن الحب عنده يشعر بالضعف فيخاف عندما يقول للشخص أنه يحبه أن لا يحبه الآخر أو يسيطر عليه الآخر أو يستغل له الآخر باسم الحب فهو لا يحبه أبدا عن مشاعره حتى إن عيشت معه أربعين سنة ربما سمعت منه كلمة أحبك مرتين وإذا أخطأ وقال لك أحبك فسرعا ما يتراجع عن ذلك التصرف ماذا قال لك يحبك يتراجع عن ذلك التصرف ويتصرف تصرف ينمو عن لا حب الآن يقول لك أحبك بعد قليل سيقوم بتصرف يقول لك فيه من خلاله من خلال التصرف يوصل لك رسالة أنه لا يحبك فأنت تبقى دائما في الشك أنه يحبك أم لا يحبك كأنه شكل ما يمحي ذلك الاعتراف هو ليس نرجسية وهو ليس رومانسي لا يحب أن يظهر للآخر أنه يحبه لكنه ليس سام ولا يحب أن يحط في مواقف فيها إنكار لشخصه ولجهوده ولحبه يدخل في حالة من الارتباك إذا تجاهلته إذا أنكرت عليه حبه أنك وهو قد مثلا قال لك أنه يحبك وأنت قلت أنه أنك لا تحبني لا يحب إنكار مشاعره أو قدراته أو أي شيء فعله هكذا سينقلب عليك ولا يحب الانتقاد إذا انتقدته سيثور عليك وإذا انتقدته سينتقدك بنفس ما انتقدته حتى لو كان يحبك وحتى لو كان انتقاده ليس صحيح يعني مجرد أنه يجرحك إذا انتقدته وأنت وقلت له فيك كذا وكذا سيرد عليك يعمل لك إسقاط ما فيه يجعله فيك أنت لأنه يخاف من النقد ولا يحب النقد يكون قاسي في ردة الفعل هذا الشخص يمكن أن يكون علاجه ما معنى اللاشي بخيز يعني أن يتحد يتخلى عن الكنترول المشاعره الكنترول عن حياته الكنترول في الآخر يعني اللاشي بخيز هي علاجه ولكن متى يصل إلى اللاشي بخيز عندما يعي بهذه المشكلة التي لديه وهو قد يطور أيضا إذا كانت هذه قلت لكم درجات الدرجة القصوى أنه يطور أنه يراقب الآخرين يراقب الآخرين لأنه لا يثق فيهم قد يضع في غرفتك تصنت تصنت عليك يضع في غرفتك شيء ما يتجسس عليك ويتصنت عليك قد يتصنت حتى على اتصالاتك الهاتفية ما تتقولين للناس يعني تصنت يريب أن يعرف كل شيء لأنه يشك في كل شيء لأنه عند ليس لديه الثقة يشك في زوجته أو تشك في زوجها تتصنت وتتجسس وتتصنت أو تتجسس المرأس تكون تشك في كل الرجال تجده بارد وجامد حتى وجهه جامد ولكي لا يعبر عن الحب دائما تجده عبوس دائما عبوس هذا ماسك لأنه عنده ضعف وعنده مشكلة عنده يدعم ماسك هو هذا العبوس والغضب هذه الصدمة صعبة صعبة الإزالة صعبة لماذا صعبة؟ لأنه عنده شك في الآخرين وهذا الشك يغذى في حياته اليومية في أما أصدقائه مع أشخاص يتعامل معهم ربما يدخل في شراكة مع شخص ما وينصب عليه شخص ما كان يقدره يكذب عليه هذا كله يعزز شرحا خيانا يعني الموضوع ليس يقف عندك فقط وإنما لأنه حياتية مشكلة حياتية ولكن معك أنت بالذات إذا رغم أنه إنه يراقبك إنه يتجسس عليك إنه يتصمت عليك وأثبت له في كل هذا أنك أهل الاستقام أنك أمين 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 عليه أمين عليه على حبه على بيته على ماله وهذا بعد أن يدخلك في عدة اختبارات وإذا سامدت أنت أمام الاختبارات ومرت مدة معينة وأثبتت فيها بأنك أنت لا تشوبك شائبة وأنك محب فعلا تحبه فعلا مخلص له فعلا أهل للثقة فعلا سينقص من الكندول سينقص من المراقبة سيشعر بأنه يفقد حدوده ومش حدوده ماذا أقول آه ذلك الجدار لأنه يحط جدار بينك بين الآخر جدار البرودة الجدار العبوس ذلك الجدار القاسي سينهار ويقربك منه سيكون قريب منك جدا وسيفضلك على كل الناس سيكون مثل توأم الروح بالنسبة لك وستجد في مرحلة من مراحل حياتكم أنه صار مثل توأم الروح قلتها سيصير مثل شخص عندك أنت وهو نفس الهوايات نفس الأشياء التي تحبونها نفس الأشياء التي لا تحبونها يعني عندكم تكون حياتكم منسجمة معجونة بعضها مهم نهاية جيدة رغم أنه بدايتها صعبة ولكن حذاري 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 إذا كنت تحب هذا الشخص حذاري أن يمسك عليك كذبة واحدة حذاري أن يمسك عليك غدر حذاري كان بسيط ويرتبره عضل كبير خيانا حذاري كان بسيطا في شيء ما وعدته بها ولم توفي بها أو قلت الشيء وكان ذلك الشيء غير صحيح يعني هو أبسط الأشياء سيبني عليها قرار بأنك أنت لست أهل الثقة شيء بسيط جدا سيبني عليه قرار بأنك أنت غير مناسب وأنه يجب أن يكونترول حياته معك ولكن عندما لكنت العكس سماما فتكون حياتكم رائعة جدا 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 ما هي الأبراج عندنا برج العدراء برج الميزان وفقط عندنا الطاقة الهوائية الطاقة النارية الطاقة الترابية المائية لا توجد حسنا نصل إلى نهاية هذا القراءة أتمنى أن تكون قد نالت إعجابكم وأجابتكم عن أسئلتكم ووجدتم فيها بعض الإضاحات والإرشادات أتمنى لكم كل الحب وكل الخير الموجود في الكون نلتقي نحن في فيديو قادم دمتم في رعاية الله وحفظه وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر